مرت ثلاثة أيام على إعلان المجلس الانتقالي حالة الطوارئ وفرض الإدارة الذاتية في المحافظات الجنوبية وفي أول تبرير لهذه الخطوة قال أحمد بن بريك أحد قيادات المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات إن هذه الخطوة جاءت بعد أن دفعت مجاميع مأجورة للقيام بمظاهرات وحالة من الفوضى في محاولة لإثارة النهب والسلب داخل الأحياء حسب قوله أعلن حالة الطوارئ بعد أن دفعت مجاميع مأجورة للقيام بمظاهرات وحالة من الفوضى في محاولة لإثارة النهب والسلب وبحسب بن بريك فإن الاحتجاجات التي شهدتها عدن خلال الأيام الماضية بسبب ترد الخدمات منذ سيطرة الانتقالي على المدينة العام الماضي مؤامرة على المجلس من قبل الحكومة الشرعية وأحزاب موالية لها لكن خطوة الانتقالي قوبلت برفض واسع من قبل قوى جنوبية أخرى فالسلطات المحلية لكل من محافظات حضر موت ولحج والمهرة وسقطرة وأبيان وشبوة أعلنت رفضها لهذه الخطوة بالإضافة لكثير من الفعاليات والمكونات الجنوبية لم يتوقف الرفض على المستوى المحلي فقد أعلنت الجهات الدولية المهتمة بالشأن اليمني رفضها للإعلان معتبرة إياه تعقيدا جديدا على مسار الأزمة اليمنية جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي وتحالف دعم الشرعية والمبعوث الدولي لليمن عبروا عن رفضهم لخطوة الانتقالي وقال أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية في بيان الله إن وحدة الأراضي اليمنية تعد حجر الزاوية في موقف الجامعة من الأزمة وأن التقسيم والتفتيت ليس في صالح اليمن وشعبها سيل من الاعتراضات المحلية والدولية الرافضة لإعلان الانتقالي يطرح التساؤل عن مدى قدرة السلطة الشرعية اليمنية على الاستفادة من هذا الدعم المحلي والدولي وإجبار المجلس الانتقالي على التراجع عن خطواته التصعيدية أم أن ذلك كله سيظل مرهونا بموقف التحالف والسعودية على وجه التحديد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر